ما في أسهل من أنك تخدع الناس وحتى لو كنت بتعتبر نفسك من أسكع الناس على وجه الكرة الأرضية فدائماً رح يكون فيه مين هو أسكع منك هالجهة أو مجموعة الأشخاص اللي بيسموا نفسهم لينوكس اف اكس أو وبونتو أو ويندوز اوبونتو أو ويندوز اف اكس أنا لو كنت جهة قضائية بالبرازيل لكنت وجهت لهم تهمة التضليل والتزوير ليش قلت البرازيل؟ لأن الجهة المسؤولة عن كل الأسماء اللي ذكرتها موجودة بالبرازيل أو جهة برازيلية وكل الأسماء السابقة هي عبارة عن منتج واحد وكل ما واجهوا مشكلة قضائية أو أخلاقية بيروحوا مغيرين الاسم للتنصل من المسؤولية توزيعة ويندوز اف اكس حاليا ما عادت موجودة وحل مكانها لينوكس اف اكس وأول ما نفتح الموقع الخاص سواء بلينوكس اف اكس أو وبونتو رح نفهم ليش أنا عم اتهم الجهة المسؤولة عن التوزيعتين بالتضليل أو الخداع لأن باستثناء اللوجو الموجود بأعلى الصفحة وألوان السكرينشوت فواضح تماما وحتى لو كنت غير خبير باللغة الإنجليزية أو ما بتفهم أي كلمة بالإنجليزي أنه الموقعين نسخة طب الأصل عن بعض ما رح سبت أي من التوزيعتين أو أعمل أي مراجعة عنهن لإني بشعر بالإشمئزاز بس من مجرد فكرة أني استعرض منتج قائم على الكسب والخداع بس اللي دفعني لأعمل هالفيديو هو الكم الحائل من المواقع اللي عم تروج لهالتوسيعات على إنها البديل المثالي لويندوز أو للناس اللي بدها تنتقل من ويندوز للينوكس فيا أخي مين قال إنه الناس اللي بتستخدم ويندوز تستخدمه بسبب الواجهة الرسومية لحتى تجي وتعمل كلون عن واجهة ويندوز وتقول يلا هاي نسخة ويندوز ببلاش روح واستخدمها ويا ريت ببلاش لأن هالجهة الغشاشة بيقدمه إمكانية الحصول على مفتاح بروفيشينال مقابل إنه يعطوك الميزات الكاملة لبرنامج باور تويز وبسعر تشجيعي ومغري واللي هو 35 دولار بس يا بلاش مع إنه باور تويز مجاني ومفتوح المصدر ومايكروسوفت بحد ذاتها ناشرة السورس كود بالكامل على جيت هاب فرح استعرض عدد من الأكاذيب اللي موجودة على مواقع هالتوزيعتين أو مواقع هالتوزيعة لأنه مثل ما حكيت هي توزيعة وحدة بأسماء مختلفة فالموقع بيقلك إنك لم بيقلك إنك راح تحصل على سطح مكتب لم تره عين بشر من قبل وتصميم جاي مما وراء الخيال مع إنه التوزيعة بالأساس تستخدم تصميم ويندوز اللي كلنا عشنا معه من بدايات استخدامنا للكمبيوتر فوين الاختراع والإبداع بالموضوع إذا أنت عامل كلون وعمالك تقول إنه شي جاي مما وراء الخيال والموقع الثاني طبعا أنا عملي أحكي على الموقعين بس الأكاذيب هي هي نفسها الموقع الثاني ما بعرف هو لينوكس اف اكس أو وبونتو بيقلك إنك ما لك بحاجة إنك تنسى كل سنوات الخبرة أو الليرنين كيرف اللي بنيتها من بدايات استخدامك لويندوز لحتى تبتدي تتعلم شي مختلف تماما من الصفر اللي هو اللينوكس لأنك أنت رح تحصل على نفس النظام أو نفس الواجهة بالأدوات المعروفة بس يا أخي باستثناء الواجهة يعني قائمة إبدأ والوال بيبر اللي يعني ما كلفوا نفسهم عنها إنه يغيروها أو يغيروا ألوانها أخدوا اللي موجودة على ويندوز إليفن وحطوها على اللينوكس اف اكس أو الوبونتو فباستثناء قائمة إبدأ وخلفية الشاشة فأنت رح تكون عمالك تتعامل مع برامج بلازمة يعني اللي ما في شي مشترك بينها وبين برامج ويندوز إلا اللهم هالأزرار اللي موجودة بشريط العنوان فمن وين عمالك تجي وتقلي أنه أنا مالي مضطر أني أرمي وراء ظهري كل الليرنينج كيرف اللي بنيته طول هالسنين منجي للكسبة الثانية ألا وهي الدعم الكامل والمطلق وغير المحدود لبرامج ويندوز وهون مرة تانية منشوف مقدار الكسب والمبالغة لأن أي شخص استخدم برنامج واين أكيد بيعرف أنه في عدد كبير من برامج ويندوز الحصرية اللي ما بتشتغل على واين وحتى الألعاب وخاصة الألعاب التريبل أي والألعاب اللي بتستخدم الأنتي تشيت ما بتشتغل على لينوكس أما أكبر كذبة فهي كذبة أنه التوزيعة آمنة آمنة للغاية سيكيور فللنس اللي ما لها سمعانة بالتوزيعة في السنة الماضية وقت كان لسه اسمها ويندوز ايف اكس كانت التوزيعة بتستخدم طريقة غير مشفرة وغير موثوقة وغير آمنة لبيع مفتاح البروفيشنال وهذا تسبب بتسريب بيانات وعناوين IP الخاصة بالأجخاص اللي يشتروا المفتاح زبدة الكلام لو أنك مستخدم ويندوز وعم تفكر أنك تنتقل للينوكس فاستخدم توزيعات مثل لينوكس مينت أو زورين أو اس باعتبار أنه الجهات المسؤولة عن تطوير هالتوزيعات هي جهات مضمونة وموسوقة وما بتتلاعب بالكلمات لحتى تغشك خدها مني نصيحة لوجه الله وبأمان الله شكرا